أعلنت وزارة الإسكان أن مشروع النبي صالح الإسكاني بكل أعماله الإنشائية والبنية التحتية قد شارف على الانتهاء حيث تجاوزت نسبة الإنجاز الحالية للأعمال الإنشائية والبنية التحتية 95% متوقعة اكتمال نسب إنجاز جميع أعمال المشروع بمنتصف العام الجاري ليتم فور ذلك تسليم الوحدات إلى مستحقها وقالت الوزارة إن مشروع النبي صالح يعد ضمن حزمة المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها في محافظات المملكة تطبيقا وترجمة لتوجهات القيادة الحكيمة الساعية لتأمين كل ما من شأنه توفير العيش الكريم للمواطنين وتأمين الاستقرار الأسري وإيمانا من القيادة الرشيدة بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسر المواطنة ويعد مشروع النبي صالح أحد المشاريع الإسكانية التي ستصم في تقليص الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بمحافظة العاصمة وذلك بتوفيرها لمائة وخمس وعشرين وحدة سكنية وقد سعت الوزارة من خلاله إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدات المشروع في تلبية الطلبات الإسكانية الأسيام التي تعود بأقدميتها إلى فترة التسعينيات ترجمة نانسي قنقر